يجب على الناصح لنفسه أن يعلم أن هذا الجهاز الذي في يده سيسأله الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة لكل كلمة كتبها أو صوت نقل أو منظر رآه أو شائعة تقبلها أو نشرها أو غير ذلك فإن ذلك داخل في عمل المرء الذي يحاسب عليه يوم يلقى الله ويقف بين يديه جل في علاه عباد الله وكما أن المرء في نفسه لا يحب أن تنقل عنه أخبار لا صحة لها ولم يتتبت من مصداقيتها فكيف يرضى بذلك في حق الآخرين